التقى رئيس مجلس الدولة الصينية لكيتشان ورئيس المنتدى الاقتصادية العالمي كلاوس تشواب اليوم الأحد في بلدية تينجين شمالي الصين على همش المنتدى قال رئيس مجلس الدولة الصينية لكيتشان أن حامل المنتدى لشعار الثورة الرابعة وأثارها للتحول يتفق مع الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الأمر الذي سيساعد على تطوير الأفكار وبناء التوافق لتحول الهيكلة الاقتصادية ورفع المستوى في الدول المعنية وأشار لي لأن الاقتصادات العالمية مترابطة للغاية ومن المرجح أن يؤدي عدم الاستقرار في أي بلد أو منطقة إلى تأثيرات وحتى صدمة للانتعاش الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق المالية حيث يحتاج ذلك إلى تعزيز التنسيق والتضافر في مواجهة الصعوبات والتحديات من قبل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار والسلام في سبيل تحقيق النمو القوي والمستدام والمتوازن وأعرب كلاوس شاوب عن أن المنتدى الاقتصادي العالمي يركز على الدعم الكامل للحكومة الصينية في تسجيع الابتكار معتقدا أن استراتيجية تحول وترقية الصناعات الصينية سيوفر قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية في البلاد اشتركوا في القناة